تحليل سريع لمباراة الأهلي والاتحاد المنستيري اللي خلصت النهاردة النادي الأهلي قدى الشط الأول جيد جدا وكان بدأ المباراة بذفاع متقدم لدرجة ان احنا كنا بنشوف محمود متولي ومحمد عبد منئم متقدمين لحد قبل نص الملعب بشوية وكان واضح ان فيه تجانس بين الخط اللجوم للنادي الأهلي بين أحمد عبد القادر وشادي حسين وسافيو وعلي معلول وأحمد عبد ظاهر كان فيه تجانس واضح جدا ما بينهم وكان فيه جمل تكتيكية بتتلعب وات وخد وانتو حاجات حلوة كده في الملعب من الحاجات اللي بتعجب الجماهير إنما الشهود الثاني تراجع مستوى الأهلي جدا وأنا شايف إن تأخر التغييرات دوت أضر بالنادي الأهلي لأن كان مفروض التغييرات تبقى بدري عن كده شوية وشايف إن كولر عمل حاجة غلط من وجهة نظري أنا طبعا إحنا عندنا دلوقتي الكرة ما بتوصلش للمهاجم فأنا أجي أغير المهاجم الأول وبعد كده فكر في الناس اللي بتوصل الكرة للمهاجم لا كلام مش منطقي يعني هنقولها لغير شادي حسين مثلا لو هو بتجيله الكور ومش موفق ساعة أقول لك ماشي حقك تغيره إنما الكرة أصلا مش بتوصله فكان المفروض قبل تغيير شادي حسين كان المفروض يغير الناس اللي بتوصل لجن الأول يعني المفروض التغييرات الأولى كانت تبقى حسام حسن وأغشى رغم إن أنا عندي علامة استفهام كبيرة جدا على إن حسام حسن يلعب ناحية الشمال النهاردة يعني هو حسين الشاحات مش جاهز ولا إيه عندي علامة استفهام كبيرة على الموضوع دوت فالمفروض الأول كان إن هو يعمل تغييرات أغشى وحسام حسن الأول وبعد كده ينزل محمد شريف مكان شادي حسين لو شادي حسين وصلت للكوره مش موفق يعني بمعنى أدقي يعني ما يفعش إن أنا أبني أعمارة أبدأ من الدور الخامس وبعد كده نزل على الثالث وبعد كده على الأرض لا أنا أبدأ أبدأ من الأرض الأول الثاني الثالث هكذا ودي أنا شايف يعني من وجهة نظري إن دي كانت غلطة من المدرب النهاردة بس الحمد لله طبعا ربنا وفقنا وقدرنا نكسر في آخر دقيقة وألف مبروك لنادي الأهل الفوز وبالتوفيق إن شاء الله في المدش الجاي الأسبوع الجاي